اشتركوا في القناة وبيصر ان راستي هو اللي هيمسك القضية دي مهما حصل وبنعرف ان فيه اتنين بيطيقوا العمى ولا يطيقوا راستي الاول ديلا وده عنده كارزمة عالية وكل الناس بتحبه والتاني تومي على عكس ديلا خالص محدش بيطيقوا بسبب طريقته المتعجرفة وبيكون راستي في الوقت ده خلاص استلم القضية وبيقعد في مكتبه يفتكر اخر قضية كارولين استلمتها وبنعرف انها تخص واحد اسمه ليام كان متهم في القضاء على حياة اكتر من بنت وانه ربطهم وفصل اجزاء من جسمهم بكل وحشية وبتكسب كارولين القضية بطريقتها المبهرة والمقنعة جدا وعلشان كده اول حد راستي بيشك فيه هو ليام فبيروح له السجن يحقق معاه وبيحاول يطلع منه باي كلمة بس ليام مش بيتكلم ولا بيقول حاجة مفيدة بالعكس ده بيفضل يقول انه اصلا اتظلم وبيعرفه راستي ان كارولين مربوطة بنفس الطريقة اللي هو كان بيستخدمها مع الضحايا بتوعه فبيفضل ليام ينكر وبيضطر راستي انه يمشي لما ما بيلاقيش اي اجابة مفيدة تساعده في قضيته ولما بيبحث اكتر بيعرف ان كارولين مطلقة وعندها ابن فبيروح يحقق معاه وبيظهر على ابنها المراهق انه مش طايق راستي ولا عايز بص في وشه حتى وبيمشي راستي للمرة التانية وهو ما عندهوش اي اجابة مفيدة وبيتعب جدا وبيتقرر انه يروح لدكتورته النفسية راش يمكن يقدر تساعده شوية باي حاجة لما يتكلم معاها او تدي دواء وبيفتح قلبه مع راش لدرجة انه بيعترف بان كان فيه علاقة سرية بينه وبين كارولين وانه كان بيخون بربرا معاها وتاني يوم ديلا بيكلم راستي وجاك وبيطلب منهم يقولوا في قضة الاجتماعات وبيكون طومي معاه ولما بيروحوا بيحاولوا يزنقوا راستي في الكلام لحد ما بيوقعوا بلسانه وبيعرفوا انه كان على علاقة بكارولين وبكده للأسف بيكون راستي هو المشتبه به الأول وبيتقلب الموقف من اجتماع لتحقيق فورا ولما بيخلصوا بيطلع جاك وهو ماسك راستي وبيتخانق معاه لانه محكلهوش على العلاقة دي وبيفهموا ان كده هيبقى صعب قوي انه يساعدوا ويخرجوا من المشكلة دي وانه لازم يعرف بربرا قبل ما الاخبار تعرفها وبيتصدموا اكتر لما تومي بيبلغهم ان كارولين كانت حامل وانهم لقوا الجنين فقط حياته في بطنها وبيروح راستي وبيحكي البربرا على كل ده وان كارولين كانت حامل منه واخر مرة شافها فيها كانت من حوالي اسبوع وبتتفاجئ بربرا وبتاخد الصدمة وبتسكت وما بتعرفش تقول اي حاجة وبيدخل راستي لمكتبه علشان يكمل تحقيق ومع ان القضية تسلمت لديلة وطومي بس ما بيكونش هاين عليه سيب قضية صاحبته كده فبيحقق في السر وبيدور ورا اليام وبيفتح السجلات بتاعت الجرائم القديمة وبيلاقي ان فيه معلومة طبية مهمة جدا الدكتور الجنائي مقالش عليها فبيروح له مكان شغله وبيتخانق معاه وبيفضل الدكتور يستفز فيه لحد ما بيفقد راستي اعصابه وبيمسك الدكتور من رقابته من كتر العصبية وبيمشي بسرعة والدكتور بيكلم تومي فورا وبيحكيله على اللي راستي عمله وهنا بيفهمه نقطة ضعفه اللي هيقدروا يستخدموها ضده وهي العصبية وبيروح راستي للبيت وبتقرر بربرا انها تحرجه وبتطلب منه يقول اللي هو حكاهولها لولاده احسن بدل ما يعرفه من المدرسة او الاخبار وفعلا بيتطر انه يحكي وللأسف بينزل من نظر ولاده والصبح بتيجي الشرطة تفتش بيت راستي وبيحتجزه اي جهاز الكتروني لحد ما يفتشوه حتة حتة وبعدها بيوم بيقرر راستي انه يلجأ لصاحب عمره الوحيد جاك وبيطلب منه يبقى المحامي بتاعه بس جاك بيرفض رفض تام انه يدخل في الموضوع بحجة انه مش عاوز ينهي مسيرته المهنية اللي قاعد يبني فيها سنين كتير لكن راستي بيبقى متأكد من جواه ان صاحبه عمره ما هيتخلى عنه وان ده مجرد كلام عصبية بسبب انه خب عليه وبيتقرر يروح لليام تاني ويحاول يوقعه في الكلام بس علشان يقدر يعمل كده بيستعين بزميل توريجو ولكنها عارفة ان راستي عمره ما يعمل حاجة ويحشف كارولين او في اي حد عموما بتقرر تساعده وبتودي الليام بس للأسف المرة دي مش كمحقق لكن كزائر وبيفهم الليام ان راستي مشتبه به وبيحاول يوقعه وبيبلغه راستي انه لو اعترف انه هو اللي عمل كده الحكم هيتخفف من عليه بس الليام بيكون مجرم قديم وفاهم ان راستي بيغدعه وبيمشي راستي وهو فاقد الامل ولما بيروح بتيجي الشرطة للبيت وبيقبضوا عليه واول ما جاك بيعرف بيروح له على طول وبيوصلوا للمحكمة علشان يعرفوا جلسات القضية هتبدأ امتى ومن كتر ما جاك واسق في صاحبه وانه عمره ما يعمل حاجة زي كده بيطلب ان الجلسة تتم في اسرع وقت وبيبقى دامش في صالح دلة وتومي لانه ما بيكونوش جمعه ادلة كفاية وبيروحوا راستي البيت لانه ما فيش حاجة اتثبتت عليه لحد دلوقتي ولما بيوصل البيت بيطلب من باربرا تطلع تقعد معاه برا لانه عاوز يعترف لها بحاجة وبيفهمها ان اليوم اللي تم القضاء على كارولين فيه هو كان عندها في البيت بس بيقسم لها انه ما قضاش عليها ولا عمل لها حاجة وفي اليوم اللي بعده بيروح راستي لجاك وبيعترف له انه راح لكارولين بيتها ليلة الحادسة وبيعترف كمان انه ضربها على راسها بقى دا حددية وبيطلب جاك من راستي انه ما يقولش الكلام دا لأي حد وزي ما طلعه ما يخرجهوش من بقه تاني ابدا وبتكون باربرا برا بتشرب علشان تنسى همومها وحقيقة ان جزها خنها وبتقابل الجرسون اللي هناك وبيتعرفوا على بعض وهو بيبقى عارفها كده كده من الاخبار فبتبتدي تحكيله معاناتها وانها تفصلت من شغلها وفي الوقت دا راستي بيكون قاعد بيفكر في المصيبة اللي اتحدفت عليه وفجأة في حد بيبعت له رسالة وبيعرفوا انه شافوا في بيت كارولين ليلة الحادسة وبيأمروا يروح يقابله في مكان معين وإلا هيبلغ الشرطة ومن كتر الخوف راستي بيقرر يروح المكان اللي في الرسالة ولما بيوصل بيكتشف انه مايكل ابن كارولين وبيكون صوره هو في بيت امه يوم الحادسة وبعت الصور للشرطة كمان وبيسألوا راستي عن السبب اللي خلاه يطلب منه ييجي طالما هو اصلا بلغ عنه فبيعرفوا مايكل انه كان عاوز يشوف وشه من قريب وبيبتدي جاكي جمع اي حاجة تفيده وتساعده في قضية صحبه وفي الوقت ده ديلا وتومي كانوا بيعملوا مكيدة كبيرة لراستي ومصممين انهم مش هيشيلوا اديهم من القضية غير وهو في السجن وبتفضل ذكريات كارولين تلاحق راستي طول الوقت ومش عارف يتخلص منها او يوقف تفكير لوقت قصير حتى او يرتاح وبالصدفة الفيديوهات اللي مايكل صورها بتقع في ايد راستي وبيشوفها وبيكتشف ان وشه ظاهر فيها كويس قوي ولما بيقلب اكتر بيلاقي ابنه كايل متجاب وهو بيحوم حوالين بيت كارولين فبيدخل راستي على ابنه القضة وبيعرفوا انه عاوز يتكلم معاه وبيصرحوا بالصورة اللي لقاها بس كايل بينكر وبيقول انه كان بيسوق عجلته هناك عادي وبيحاول راستي يخليه قول الحقيقة علشان خايف عليه ولما كايل بيصر على موقفه وبيتعصب وفي الاخر بيعترف كايل انه كان عارف بعلاقته مع كارولين قبل كده وكان عاوز يشوف هي تبقى مين من قريب وبيبدأ راستي يستجوبه بس ردود كايل بتضيقه جدا لدرجة انه بيبدأ يفقد عصابه فبيطلع من قطه قبل ما يعمل حاجة وبيسيب امه هي اللي تتعامل معاه وفي الوقت ده تومي بيجيب مايكل وطلقها علشان ياخد منهم اي حاجة تدين راستي وبيسأل ابنها عن السبب اللي خلاه ما يصورش راستي وهو خارج فبيعرفه انه مشي قبل ما هو يمشي وما شافهوش وبيسأله تومي لو كان شايف اي حد تاني دخل البيت فبينكر مايكل وبيصر انه كان هو الوحيد اللي دخل الشقة يومها وبيفهمه انه فاكر كويس ان كارولين كانت قبل كده قالت له انها خايفة جدا من راستي وده اللي بيخليه يطلب منه انه يقابله علشان يشوف وشه اللي خوف امه وعمل فيها كده وبتروح باربرا للنفس الحانة تاني علشان تشوف الجرسون اللي اتكلمت معاه قبل كده وبيعرف نفسه باسم كلوف وبيباني الانجزاب اللي بينهم هما الاتنين ناحية بعض وبيشربوا سوا وبيفضلوا يتكلموا شوية عن حياة بعض وبيظهر ان كلوف اصغر من باربرا وانه هما الاتنين مهتمين بحاجات كتير شبه بعض زي الفن والرسم والاغاني والحاجات دي وبترن ريجو على راستي وبتعرفوا انها لقيت حمض دي ان اي كان في قضية ليام القديمة في مكان جريمة كارولين وانه طلع خاص بواحد اسمه راتزر وبتديله العنوان وبيتقراروا يروحوا سوا وبتطلب منه انه يبقى هادي وما ينفعلش ابدا وفعلا بيوصلوا وبيروحوا يتكلموا مع امراته وبيطلبوا منها تجيب لهم جزها فورا وبيعرفوها انهم من الشرطة ولما بيجي راتزر بيبان قد ايه هو همجي وقلان من ساعة معرف انهم من الشرطة وبيروح راستي للمرة التالتة وهو ما عندهوش اي اجابة او حل ولما بيوصل البيت بيلاقي بربرا مختفية فبيدور عليها لحد ما بيلاقيها بتخسل عجلة ابنه بكلور علشان خايفة يبقى عليها اي بصمات او اي حاجة دينه وبتوقع الطعاية هي وراستي وبتقرر تاني يوم انها تروح لرش بس راش بتحرجها وبتقولها انها مش هتقدر تعالجهم تاني وانهم محتاجين دكتورة غيرها خلاص واعلاجها معاهم ما بقاش نافع فبتحول بربرا تخليها تغير رأيها لانهم معهمش فلوس يروحوا لحد تاني بس راش بتبقى رفضة تماما بسبب ان الصحافة بدأت تزعجها لانها لها صلة بالعيلة المتهمة في جانيمة كارولين فبتقرر بربرا تستسلم وتمشي وبيعرف راستي ان فيه واحدة جديدة اسمها كيت هتمسك قضيته جنب جاك وبتعود تتكلم شوية مع راستي وبتحاول تعرف منه اي حاجة ممكن تخليها تساعده وبيحكي لها راستي اللي حصل يوم الجريمة والسبب اللي خلاه يروح لها البيت وانه فضل يبعت لها في رسائل كتير لمدة اسابيع وما كانتش بترد عليه باي حاجة وبيقرر انه يروح يتغدى بره علشان يتخلص من الافكار اللي بتجيله دي وبيفضل يشرب لحد ما بتبعت له رسالة واحدة بترد فيها على كل الحاجات دي وبتعرفوا انها ما بقتش عايزة علاقتهم تستمر واول ما بيشوف الرسالة بيتجنن وبيقرر انه يروح لها البيت بين كل الحاجات اللي حصلت دي بتلاقي انه قاعد ساعة كاملة في بيتها وبتسأله عن السبب فبيبتدي رسالة يحكي حاجات ويسيب حاجات زي مثلا انه مقربوا من بعض بس هي بعدته عنها فبتعود كيت مع جاك وبتحكي له كل اللي عرفته من رسالة والحاجات المهمة اللي ممكن يجمعوها علشان يساعدوه وبيروح رسالة البيت وبيعدي من جنب قودة ابنه وبيفكر يدخل يصالحه بس بيقرر انه يصالح بربرة الاول ولما بيرن عليها بتصده وبتقوله انها مشغولة رغم انها بتبقى مع كلوف عادي وبنشوف انهم بيقضوا وقت كويس وممتع مع بعض وفي اخر اليوم بيروح كاتب رقمه في ورقة وبيديها لبربرة وبيطلب منها ترن عليه لما تحتاجه وبتاخدها بربرة وبتحتفظ برقمه ولما بتروح بيكون رسالة مستنيها وبيصالحها وفعلا بتتقبل منه وبتفهم انه ندمان على العمل وانه رجع يحبها زي زمان وفي اليوم التاني بيبقى فيه اجراءات بتتعمل زي ان كل المحاميين اللي شغالين على قضية راستي لازم يعودوا في جلسة واحدة ويعرضوا الادلة اللي معاهم ويتكلموا وكل الادلة اللي تومي ودلة بيعرضوها بتكون ضعيفة لدرجة ان جاك بيثبت انها مش صح ومش قوية حتى وبيفهم انه احراجهم وكسب النقاش ده وبيبقى مرتاح نفسيا جدا بس بيفجقوا بان معاهم دليل ان كارولين كانت تحت ضفرها جلد الراستي وده معناه انها كانت بتدفع عن نفسها من حاجة او من راستي بمعنى اصح وبيتصدم جاك جدا وبيرن على راستي علشان يسأله عن المهزلة اللي لسه عارفها دي بس راستي ما بيلحقش يدفع عن نفسه وبيلاقي حد بيتهجم على بيته وبيخبط بجنون ولما بيشوف مين بيلاقيه راتزر ووقتها اولاد راستي ومراته بيخافوا جدا وما بيبقاش عارف يعمل ايه فمن عصبيته وخوفه بيفتح الباب وبيتهجم على راتزر بكل قوة عنده وبعد ما بيخلص بيدخل البيت وبيقفل الباب بسرعة وبتخاف باربرا ان راتزر يقول لحد او يبلغ الشرطة بس راستي بيبقى متأكد انه مش هيقول اي حاجة بسبب انه هو كمان مجرم وبيقرر يروح له الصبح ويتكلم معاه وفعلا بيروح له بيته وفي الوقت ده باربرا بتتصل بكلوف وبتفضل تفتفضله باي كلام علشان بتبقى بس عايزة تتكلم معاه وبيطلب منها انهم يتقابلوا دلوقتي لانه عاوز يشوفها وبيعزمها تجيله شاقته وهناك بيوريها الجزء الفني اللي هو عمله وعمره ما وره لحد وبتمبهر باربرا بالرسم والاغاني وبكلوف شخصيا وبيروح دلة يتكلم مع تومي وبيظهر قد اي تومي مهووز برستي وعاوز ينهي حياته ومسيرته المهنية باي شكل مهما يكلفه الامر وبيظهر ان عيلة رستي تحسنت شوية وتلمش املهم وبقت علاقتهم احسن من الاول وبينزل رستي علشان يكمل مهمة بحثه عن اي حاجة تساعده وبيلاقي عجلة كايل في النفايات وبيسأل عن اللي رماها وبيعرفوا كايل انه هو اللي رماها لانه الكبر عليها خلاص فبيخبيها رستي بسرعة قبل محد يشوفها وبيروح يقابل جاك وبيفهموا انهم مش عارفين مين عمل كده وده السبب اللي مخليهم مش قادرين يخرجوا من القضية ووقتها جاك بيعرفوا ان باربرا لازم تشهد عليه وان تصرفاته ليلة الحدثة كانت طبيعية بس رستي بيرفض تماما انه يدخل باربرا في الحوار ده فبيروح جاك يكمل بحث في القضية وتدوير وبتكون الصحفة مستمرة في ملاحقة رستي وعيلته وبتبقى المحاكمة جه وقتها خلاص وبيروح تومي وبيطلع كل قدلته ولانها مش قوية بيضطر يلعب على تعاطف الناس وبيجي بقى من حتة انها شابة وبريئة وبيظهر صورها لما تم القضاء عليها وقد ايه بشعة ومخيفة وازاي انسان طبيعي ساوي نفسيا يعمل كده ورغم انه مش باين على رستي اي حاجة بس هو بيبقى مريض نفسيا فعلا وعصبي جدا لدرجة انه بيتخيل انه بيقوم يزعق ويدرب في الموجودين وبيكمل تومي عرض الادلة وبيجيب الدكتور لراستي مسكه من رقابته وبيخليه قول اللي عمله معاه وقت عصبيته ومش بعيد يكون عمل كده كمان في كارولين من العصبية بس الدكتور بيحرق تومي لما بيقول انه كان فيه جلد الراستي تحت ضافر كارولين وبيعرفوا انه عادي جدا لو فحصوا ايده يلاقوا جلد اي حد وده مش دليل ولا حاجة ولما بيخلص تومي بيجي دور جاك علشان يدفع عن رستي وبيسأل الدكتور لو كان فعلا فيه اثار ضرب على كارولين باداة حده ولا لأ فبيعرفوا الدكتور انه دي حقيقة بس مش لقين الاداة دي في اي حتة ومش بيقول جاك غير الجملة دي وبس وما بنبقاش فاهمين هو بيحاول يوصل لايه وبيقوم تومي تاني وبيسأل الدكتور عن سلوك رستي لما رحله فبيعرفوا انه كان عصبي وخايف وبيظهر هنا انهم متفقين وبيكمل تومي وبيسأله خايف ازاي ومن مين فبيفهموا انه جايز يكون خايف من انه يتكشف ووقتها جاك بيقوم من صمته وبيعرف القضية ان الدكتور اهان رستي بطريقة همجية ورد عليه باستفزاز وده هيخلي اي حد عائل خسر اعز اصدقائه يتصرف بالطريقة دي اكيد وبيبان ان القضية بدأت تقف في صف رستي شوية وبتنهي الجلسة وبيمشو وبيبدأ دلة يلوم تومي على انه فضل يستجوب في الدكتور كتير وانه ذكر الحتة اللي رستي رحله فيها بعصبية ولو ما كانش عمل الحركة الغبية دي كان زمنهم كسبنين القضية وبيعرفوا كمان انه باين عليه جدا الكره الراستي وانه ده شيء هيعقهم وعند رستي بيكون جاك بينصحه انه كل ما يقابل الصحافة ومراته معاه يحميها بأديه بحيث انه يبان شخص مسالم وبيطلبوا من باربرا تبين بقدر الامكان قدام الصحافة انها شايفة رستي بريء علشان الناس لو صدقوها القضاءة يصدقوها وده لانها اكتر واحدة تعرفه وبحكم انها امراته بقالها سنين وفي المحاكمة التانية تومي بيجيب دكتور شرعي تاني اشتغل على قضية كارولين وبيعرفهم انه ايا كان اللي عمل كده مش سهل لانه ساب حمض رستي النووي وما سابش اي حاجة تانية غير كده ولما تومي بيسأله عن رأيه وبيعرفه الدكتور انها كانت نوبة غضب كبيرة بلا شك وانه ما كانش مخطط فبيقوم جاك وبيسأل الدكتور لو كانت الربطة اللي كارولين اتربطتها مألوفة بالنسباله وما بينكرش الدكتور انه اشتغل على قضية اليم زمان وكانت بنفس طريقة الربط ووقتها القضية بتجمع المحاميين كلهم وبتطلب من جاك انه يا اما يدي دليل ملموس يا اما يروح يتفرج على التلفزيون في بيته وبتنتهي الجلسة لحد كده بس في الجلسة اللي بعدها تومي بيجيب واحدة زميلة كارولين وراستي في المكتب وبتكون شافتهم مع بعض كذا مرة وفي واحدة من المرات كانوا بيتخنقوا جامد وبتعرفهم كمان انها تكلمت معاه ونصحته لانه بدأ يفقد عقله وبقى مجنون بيها وبيكون ده صالح ديلا وتومي وبتقوم كيت علشان ييجي دورها وبتسألها لو كانت كارولين قدمت شكوى في اي حد قبل كده وبتأكد البنت على الكلام ده وبتقول ان كارولين قدمت شكوى في تومي قبل كده وبيتصدم الكل فبيقوم تومي وبيكون لسه هيتكلم بس زميلته بتفهمه انها ما تعرفش هي قدمت شكوى فيه ليه وكل اللي تعرفه ان كارولين قالت انها بتخاف تشتغل معاه ومش عايزة تقرب منه تاني وبتبدأ الصورة توضح واحدة واحدة وبتنتهي الجلسة ولما بيروحه بتحكي باربرا لراستي انها خانته مع كلوف بس راستي ما بيردش عليها حتى وبيمشي وبيسيبها وبيرجع لها تاني وبيلومها على اللي هي عملته وانه ما كانش وقته اصلا وبيحس انها بتردهاله وبيعتبها لانه كان قاعد يتحاكم وحياته بتنتهي وهي بتفكر ازاي تردله خيانته ولما باربرا بتقوم بيمسكها راستي وبيبقى لسه هيضربها من كتر عصبيته فهنا بتبدأ باربرا تحس انه مريض نفسيا فعلا بس جاهز يكون ده بسبب كل الضغطات اللي بتحصل وانه كان محامي كبير جدا وفجأة بقى مجرم وولا حاجة في عيون الناس وده اللي بيخليه متوتر وعصبي طول الوقت وبييجي بالليل وبيحاول راستي يصالح باربرا وبتتصالح لانها في الاخر هي كمان غلطانة وبتحس انها فعلا كانت بتردله اللي هو عمله وفيلم حاكمة اللي بعدها بيبقى مايكل هيتم استجوابه وبيعرفه انه كان بيروح لكارولين كتير من غير ما تعرف وفي كل مرة راح كان بيلاقي راستي هناك ولما بيقوم جاك علشان يدافع ويتكلم بيقف دقيقة من غير ما ينطق وفجأة بيقع على الارض وهنا راستي بيشوف حياته المهنية وهي بتنتهي خلاص والاسعاف بتيجي وبتاخد جاك وبينقله فورا على المستشفى وبيبدأوا يحاولوا يرجعونه نبضه وبيظهر ان جاله سكتة قلبية وبيبقى راستي معاه في كل خطوة وبيظهر الخوف والقلق في عينيه وده لانه خلاص هيخسر القضية وصاحب عمره الوافي بيحتضر وبيخرج تومي ودلة من المستشفى متعصبين بسبب ان الصحافة صورت راستي والقلق باين في عينيه وبيباني انه شخص بريء ومسالم وبتجتمع المحامية بيهم وبتسأل راستي عن اللي هيعمله دلوقتي فبتعرفها كيت انها مستعدة تاخد القضية بتاعته فحابب يتلزز بالاحساس ده لاخر مرة ووقتها القضية بتحذروا انه يعمل كده لان في احتمال كبير للخسارة فبيصر راستي على موقفه وفي تاني يوم بتبدأ المحاكمة بحضور مايكل تاني وبيكون جاك ام بالسلامة بس لسه في المستشفى وبيقرر انه يتفرج على المحاكمة في التلفزيون من كتر ما هو الان على صديقه وبيعرض راستي رسائل كانت على جهاز مايكل المحمول لامه وبيكون بيشتمها فيها وبيعرفها انه لو تم القضاء عليها هيبقى احسن خبر سمعه وبيقول فيها كمان انها ضمرت حياته وبيعرض بحث جوجل بتاعه وبيكتشفوا انه بحث عن ليام واللي بالصدفة امه اتربطت نفس الربطة بتاعته بعد ما تم القضاء عليها وبيكون واضح جدا راستي بيرمي لايه بس بيوجه اتهامه لمايكل مباشرة وبيسأله لو كان هو اللي انهى حياة امه وبتمتهي الجلسة لليوم ده وبيتكلم ديلا وتومي وبيبان خسارتهم الحاتمة للقضية وبيفكروا في اللي هيعملوه وفي المحاكمة اللي بعدها ووقتها تومي بيجيب ريج وتشهد وقبل ما يستجوبوها بيعرضوا التسجيل بتاع راستي لما راح زيارة لليام وبيسمعوا كل الحاضرين انه عرض عليه يعترف انه هو اللي عمل كده وفي المقابل مدة الحكم بتاعته هتتخفف للنص وبيكون جاك بيتفرج وبيتعصب جدا لان راستي ما قالهوش انه راح لليام زيارة رغم انه محذره ومأكد عليه يحكيله اي خطوة اتخذها او هيتخذها بعد كده علشان يعرف يساعده ويخرجه منها وبيقوم راستي علشان يدفع عن نفسه وبيقول ان دا تصرف طبيعي لمحامي كان بيتضرب له تعظيم سلام اول مطلته الطل ودلوقتي بيتحكم في قضية قضاء على الحياة فبتوافق ريجو على ان دا تصرف طبيعي فعلا وبتكمل وبتعرف لجنة القضاء انهم دايما كانوا بيخبوا معلومات تحقيق عن ديلا وتومي بسبب عدم مصدقياتهم وانهم بيتسطروا على حاجات كتير قوي ودي بتبقى ضربة ليهم ومش في صالحهم بتاتا وبعد انتهاء المحاكمة بيفتكر تومي لما كارولين اتكرمت كاحسن موظفة في الشهر ولما حاول يبارك لها هي صدته وبنبدأ نفهم كره لراستي غير المفهوم وبتجتمع القضية مع راستي ودلا وبتخير راستي بين انه يشهد او لا بس راستي بيقرر انه يشهد ورغم منع كيت ليه هو بيصر ان ده الاحسن وبعدها بترن كيت على راستي علشان تصلحه عن الطريقة اللي عملته بيها وهو كمان بيتأسف لها وبيعرفها انه متأكد برغبتها الشديدة في انها تساعده وبيتصلحه وبتنصحه انه يفكر كويس قبل ما يقول اي حاجة وفجأة وهو بيتكلم بيلاقي جاك في وشه فبيتخضه وبيسأله ايه اللي جابه وبيعرفوا جاك ان الدكاترة قالوله انه بقى احسن ويقدر ييجي وما بيترددش جاك لحظة وبيروح يساعد راستي فعلا وبتبتدي المحاكمة وبيدخلوا كلهم وبيبدأ تومي يستجوب راستي وبيعرض رسائل بتبين انه مجنون بحاجة اسمها كارولين على الاخر وبتبقى نقطة في صالح تومي وبيجيب لقطة لراستي وهو بيتهجم على راتزر الليلة اللي جاله بيته فيها وبيسأله عن السبب اللي خليه يعمل كده وما بيستنهوش يجاوب وبيجاوب بنفسه على طول وبيعرفه ان ده سبب فقدانه لأعصابه اللي ما بيقدرش يتحكم فيه بس راستي بيدفع عن نفسه وبيقول ان راتزر جاه لبيته بدون اي سابق انذار ولا بسلامه عليكم حتى وفجأة خبت على باب بيته بجنونه عصبية وكان باين انه عاوز يتهجم عليه وبسبب اللي حصل تهجم عليه هو الاول وزي ما بيقوله كده اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه وبيخلص راستي كلامه بانه ممكن يكون عمل حاجات كتير وحشة في حياته واقصاها سوء هو انه ضرب راتزر وبيقول انه يقدر يعمل اي حاجة اسوأ من كده معادة انه ينهي حياة انسان وبالذات صديقته وحبيبته اللي كان بيحبها بجنون فبيستفزه تومي وبيقوله انه حاول يقضي على الدكتور لما مسكه من رقابته بس راستي بيعرفه انه مسكه من هدوم ومش من رقابته وده يفرق وعمل كده تحت ضغط جمد منه وفي وقت غير مناسب وانه كان واجب عليه يمتص غضبه ويقدر الوقت اللي هو فيه ده وبتنتهي المحاكمة لللادي وبيكون تومي فرحان جدا ومبسوط بنفسه وحاسس كده ان القضية هتكون في صالحهم ولما بيوصل البيت بيلاقيه مقلوب رأسا على عقب وكل حاجة مش في مكانها وبيبقى باين جدا انه في حاجة مش مصبوطة وان حد دخل البيت بتاعه ولما بيدخل جوه بيلاقي اداة حد على الترابيزة وبيظهر ان هي دي اللي تم القضاء على حياة كارولين بيها فبيبلغ تومي الشرطة فورا علشان التهمة ما تثبتش عليه وبيبان عليه قلق شديد جدا وبيلاحظ ديلا وبيسأله لو كان كويس او فيه حاجة ولا تعبان ومحتاج استراح شوية بس تومي بينكر ان فيه حاجة وبيعرفوا انه كويس وجدا كمان وبيتهرب وبيمشي من المكان بحجة انه عاوز شيء مش وقت هوا وبيتجمع جاك وتومي وراستي وديلا وبيعرفوا ان الشرطة بعتت الاداة الحد ده علشان يشوفوا لو عليها بصمات او اي حاجة زي الحمض النووي يمكن تدلهم على مين اللي حطاها هنا او لو كانت دي اللي تم القضاء على حياة كارولين بيها فعلا بس بيظهر ان ما فيش اي حمض نووي عليها واللي بعتها مساحة وطهارها كويس قبل ما يعمل كده وبيكون تومي شبه متأكد ان راستي هو اللي عمل كده وحطها في بيته وبيواجهه بداه بس راستي من كتر عصبيته بيشتم تومي وبيتهمه بالجنون والافكار الرغبية وانها تهيقات وبيسأله بكل تأثر عن ازاي كان صاحبه في يوم من الايام وهو بالحقد والغل ده من ناحيته والشرطة بتبقى فحصة بيت تومي كويس جدا وما بتلاقيش اي اثر او دليل وبيحاولوا يطلعوا اي دي ان اي من الشقة بس بيظهر ان اللي حط الاداة شخص زكي جدا وعارف كل حاجة وكل خطوة هو بيعملها وبيبدأوا بقى يشكوا في كل اللي حواليهم ويرموا اصابع اللوم لبعض وبيخرج راستي وهو حزين لان كل محطة تتفك الناحية التانية تتعقد وكل ما يعتقد ان القضية الرابط تبقى فصالحه بيلاقيها بتبعد وبتتعقد اكتر فبيروح جاك وراه هو وكيت وبيتكلم معاه وبيعرفوا انه ماينفعش يذكر الاداة الحد دي في المحكمة او في اي جلسة هتيجي وبيفهموا كمان ان مستحيل تومي او ديلا يجيبوا سيرتها وده لان ممكن دلوقتي اصابع الاتهام تتوجه ناحية تومي وهيبتدوا يقضوه هو ويشكوا فيه وبيشارك راستي رأيه بان ده حد بيكرهه وعاوز يلبسه التهمة من غير ما يعرف يخرج منها يا اما حد واقف في صفه وكان بيحاول يساعده بس عكها على الاخر والمهم دلوقتي يعرفه هو مين ايا كانت نيته وبيروح راستي يحكي البربرة على اللي حصل وبيعرفها انه هو عند كارولين فمرة استخدم الاداة الحد علشان يحرك بها الخشب بتاع النار بس الحمد لله بصمته مش موجود عليها وبتبدأ الجلسة وبيجيب جاك خبيرة في الاكل وبيعرفها ان كارولين لما فحصوها في الطب الشرعي لقوا بطنها فضية تماما كأنها مكلتش حاجة وبيسألها عن المدة اللي بيحتاجها الجسم الهضم الاكل فبتعرفوا انه على حسب الحاجة اللي اتكلت فبيكمل جاك كلامه وبيفهمها انهم لما دوروا في مكالمات كارولين لقوها كانت طالبة اكل ووصلها قبل القضاء عليها بساعة وبيبلغها ان الدكتور اللي تابع تومي ودلة صنى في وقت انهاء حياتها كده بس دكتورة التغذية بتعرفوا ان لا يمكن يكون الاكل تهضم بالسرعة دي وانه محتاج على الاقل من 3 ل 4 ساعات وبكده يكون جاك اثبت بزكاؤه ان راستي راح لكارولين ليلتها ومشي وحد جه بعده وانهى حياتها في لمح البصر ومشي بس تومي بيقوم وبيحطم امالهم كلها وبيسأل الدكتورة لو تقدر تجزم ان الاكل وصلها فعلا وانه ممكن يكون حد راح لها بدل الديليفري وعادي يعني بتحصل في اسوأ العائلات ولما بيخلص اللي قاله ده بيروح قاعد كده وحاسس انه كينج زمانه لورد في وسط المحاميين وبتنتهي الجلسة وبيكرر راستي ان في المحاكمة الجاية واللي هتكون اخر محاكمة وهيتم اصدار الحكم بعدها انه هيتكلم في الاخر مع هيئة المحلفين اللي هيقرره في النهاية هو مزنب ولا لا وهيحاول يقنعهم انه فعلا معمالش حاجة وبيروح راستي للمحكمة وبيفتكر ذكرياته مع كارولين بكل اسف وحزن وبيدخلوا للقاعة وبيقوم راستي يتكلم مع هيئة المحلفين وبيعبر لهم عن مدى سوق شعوره وهو واقف قدام مراته وعياله وبيدفع عن نفسه في جريمة انهاء حياة ومش اي انهاء حياة عادي لا ده مع حبيبته وبيفهمهم ان ده كان اصعب من انهم يتهموه من البداية اصلا وبيعترف ان كان في علاقة بتجمعه مع كارولين بس هو لا يمكن الجرأة تاخده وينهي حياتها ولو فكر حتى في ده اكيد كان هيخاف على مهنته وحياته ومراته وعياله ونفسه وكان هيتراجع وان الحد دلوقتي مفيش اي حاجة بتثبت او تقول انه عمل كده فعلا وان تم اتهامه لمجرد انه كان على علاقة بكارولين وبيعبر عن انه عاوز يعرف العمل كده وبشدة وانهم ضيعوا وقت في التدوير حواليه ونسيوا المجرم الحقيقي حر طليق دلوقتي وبيبلغهم ان اول حاجة هيعملها لما يخلصوا المحاكمة دي هي انه هيدور حوالين الجاني وبيبدأ راستي عيط وهو بيطلب منهم ينفزوا اللي هم شايفينه بس الاكيد انه ما عملش كده فعلا وبيجي دور تومي وبيكون واضح جدا انه خسران وبيبدأ يعيد نفس ادلته وكلامه اللي قاله طول المحاكمات اللي فاتت بسبب انه مش عارف يقول ايه بس بيمثل شوية مع الكلامه وبيستعطفهم على امل ان راستي اخيرا مسيرته المهنية وحياته ينتهه زي ما هو عايز وبيبقى الحكمة هيتقال بعدها بيوم وفعلا بيعد اليوم اصعب ما يكون عليهم كلهم وبيبدأ راستي وقيلته يجهزه وبيلبس راستي وكأن دي هتبقى اخر مرة يلبس بشياكة فيها وبتكون الدموع دقيقة وهتنفجر من عينه من شدة القلق والخوف اللي مسيطرين عليه وبينزله وبيروحوا للمحكمة وبيوصله وبيبدأ كل واحد يعود في مكانه والقضية بتاخد الحكم وبتقرأه وبتبدأ تقوله بصوت عالي وبتطلب منهم يقوم ويقفه وبيتم الحكم على راستي بانه مش مزنب والراحة بتم لقلوب كل اللي موجودين مع دا تومي اللي بيتغز وبيتدايق جدا ورغم كل ده بيبقى في حاجة غريبة في راستي مش سعيد وكأنه حاسس بالزنب نحية حاجة وبعد المحاكمة بيروح راستي لبيت وبيقعد مع باربرا وبتدور بينهم محادثة غريبة جدا وهي إن راستي بيتهم باربرا بإنهاء حياة كارولين وبيفهمها إنه رجع لكارولين بعد ما هي ضربتها وربطتها بنفس طريقة ليام لإنه كان عاوز يتسطر عليها بأي شكل وينقذ علتهم وإنه كمان عارف إنه هي اللي ودت الأدال حدة لبيت تومي وبتخاف باربرا جدا لدرجة إنها بتعرق من كتر الخوف بس في اللحظة دي بتدخل جيدن عليهم وبتعرف بها إن مش أماها اللي عملت كده وبتعترف إن هي اللي حطت الأدال حدة في بيت تومي وبتبرر ده بإنها كانت خايفة عليه وإنه يتم محاكمته وبتتضح الصورة أكتر وبنكتشف إن جيدن كانت تعرف بعلاقة أبوها مع كارولين من البداية وإنها رح يطلها بيتها علشان تتكلم معاها وبيظهر إن اللي ضرب كارولين بالأدال حدة وقضى عليها هي جيدن بنتهم فبيطلب راستي منها إنها ما تحكيش اللي حصل ده لأي حد ولا تطلعوا من بقها وبيتفقوا إنهم هيتسطروا على كل ده وبكده يكون جيدن وراستي هم اللي أنهوا حياة كارولين وبيعيشوا حياتهم عادي في سعادة وهنا ولا أكنهم عملوا حاجة فعلا وتقريبا كده كلهم طلعوا مرضى نفسيين وانتهى المسلسل فيارب يكون عجبكم واللي حبيبي يتابعنا ويشوف بقية الفيديوهات يشترك ويفعل الجرس سلام